اشتركوا في القناة من فيديو وبالتفصيل لكن في بعض الرؤى اللي ما ذكرتهاش في قضية سقوط الاسنان النهاردة هتكلم عنها فده مش اول موضوع هتكلم فيه عن سقوط الاسنان اللي عنده رؤية خلاف اللي هتكلم فيها النهاردة ارجع للفيديوهات الاول وهيلاقي اللي هو عايزه ان شاء الله هتكلم النهاردة عن سقوط الاسنان الامامية بداية نجمع سقوط الاسنان عموما تدل على مرض اهل البيت او موت احدهم ومع شديد الاسف ولذلك انا ذكرت قديما في الفيديوهات دي ان قضية سقوط الاسنان مهمة جدا عارفين طائم الاسنان ده بيمثل عيلتك كلها طائم الاسنان ده الامامية والخلفية والادرس والانية عيلتك كلها فمن الاشياء المهمة جدا اللي هي رؤية الاسنان في المنام فرؤية سقوط الاسنان الامامية تدل على الهم والحزن والخسارة وقيل احيانا تدل على الفقر سقوط الاسنان احيانا جماعة تدل على موت احد الاصدقاء مش اللعينة با احد الاصدقاء الاصدقاء كمان من الممكن ان في بعض الرؤى وطبعا ده بيبقى من سياق الرؤية نفسها سقوط سن واحدة تدل على الوقوع في الاشياء المحرمة طيب رؤية سقوط الدرس او خالعه مع الشعور بالألم هذه الرؤية تدل على زوال الهموم والتخلص من الحزن زي ما فيه رؤى كتير مزمومة للأسنان في رؤى محمودة كمان رؤية سقوط السن والامساك به خلي بالكم معلومة كده ناخدها كده على جنب جد الأسنان تقع في المنام يعني من الفم لو وصلت للأرض مزمومة لو السنان وقعت ومسكتها بأيديك مجرد انها وقعت من الفم وانت قمت التقطتها بأيدك رؤية محمودة دي تخدها كده على جنب جد وبالتالي برضو برضو في الحتة دي لو وقعت الأسنان في حجرك برضو محمودة إنما سقوط الأسنان من الفم على الأرض مباشرة رؤية مزمومة سقوط السن والامساك به فهي رؤية خير لصاحبها إن شاء الله تبارك وتعالي سقوط الأسنان برض النظر بقى في الإيد أو وقعت على الأرض أو في الحجر وشم رائحة كريهة انت شفت في المنام انت شميت رائحة كريهة بعد ما السن وقعت هذه الرؤية تدل على وجود بعض المشاكل والخلافات في الأسرة سقوط الأسنان المسوسة تدل على الأموال الحرام اللي انت هتتحصل عليها تبقى من حرام ومع شديد الأسف خلي بالكو أخطر شيء في الأسنان عموما سقوط الأسنان الأمامية أخطر شيء في الأسنان سقوط الأسنان الأمامية مش اللجوة والأدراس لا 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 طيب رؤية سقوط الناب العلوي هذه الرؤية تدل على الرزق رؤية سقوط الناب العلوي للبنت العزبة فسخة خطوبة رؤية تلبيسة الأسنان عارفين أنتم بيقى فيه سنة كده ممكن تعملها لتلبيسة أو تربوش زي ما بيقولوا عليه وكان اللون للتلبيسة دي أو للتربوش من الذهب هذه الرؤية تدل على الابتعاد عن الأهل والأصدقاء والأحباب ومع شديد الأسف وهيبقى فيه قطيعة بينك وبينهم ولكنها سرعا ما ستزول إن شاء الله تبارك وتعالى تدلونا في بعض اللقاءات القادمة ونحن نتكلم في قضية تفسير الأحلام أقول قولي هذا وأستغفر الله ليولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته